عايز أسأل حضرتك على حاجة تانية تفضل مصر وزي حياتك تفضلت في الأول بس دي نقطة مهمة عايز أسباط يعني أحط خط عليها يعني تفضل مصر بذلت جهود كبيرة جدا تجاه قارة أفريقيا في السبع ثمان سنين الأخير مظبوط والحقيقة على المستوى الصحي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وتشكيل التلات تكتلات الاقتصادية الكبرى اللي بتمثل أفريقيا ووضع مشاركة في وضع أجندة أفريقيا عشرين تلاتة وستين ويعني بجد مصر وقفة مع أفريقيا وقفة لكانت وقفاها لقابل تلاتة وتسعين ولا في الفترة اللي مصر أعملت مظبوط أو أيد حرص صح كده؟ أو أيدك كمان طب هذه الجهود بالقطع لو حصلت حرب هناخد برضو عشر عشرين سنة عشان نرأب هذا الصدع مرة أخرى بين مصر وبين الأطراف بقى اللي هتخش في الحروب بقى أسيوبيا واللي معاها خلينا أقول لحضرتك حاجة لو رجعنا بس حتى تلاتة أربع سنين اللي وعرا كان في مجموعة الستة الواحد اللي هم ست دول اللي كانوا ضد مصر اللي هم في اتفاقية الستة واحد اللي حصلت على حضنها النيل بما فيهم من سيدان أعمل بشير كانت من ضمن الستة النهارة على بص على الستة وواحد انتهت مش موجودة الجهود المصرية قدرت أنها تفرض قوتها وقرارها على قرر أفريقيا من جديد أثبتت ريادتها وأننا ما زلنا من نترقص هذي القرى حتى الآن يبقى احنا أفريقيا احنا أفريقيا قد عايز يلعب مع أفريقيا بعيد عننا احنا أفريقيا تماما ولو تلاحظ حتى دور جنوب السودان نانجيريا أسيوبيا افتدى يهبط وبعدين هرجعك برضو حيطة وراء قبل أبي أحمد أصلا بي أحمد دعباره عن دوميا أنا أسف التعبير يعني كان فيه زيناري اللي هو كرئيس وزراء أسيوبيا محاول نفسه محاولة أبي أحمد ولم ينجح بس ده راجل ده شوية ماسك في الكرسي قوي يعني عجبه قوي وفي دي سالين اللي هو في عهده بدأ قصة اللعبة بتاع سدد نهضر بالضبط فيعني الموضوع هيتحل هيتحل